بس هاي القصة ما رح تكون عننن بس في شخصيات تانية وكتيرة كمان ما قلن صوت وهويتن مشهولة بير بور هي منطقة موجودة جنب الحدود تماما على الحدود مع البلد المجاور هاي الضيعة الصغيرة قامت وتأسست سنة 1703 على يد محارب عظيم من تيجاوار ديجامبر سينج تيجاوار وهذا القصر الكبير هو القصر تبعه وبحسب الخريطة الحكومية بير بور موجودة ضمن الحدود الهندية وتعتبر جزء منها وما بتعنيلون شي وما بتشكل أي فرق بحياتهم أبدا ولو بيدخل الكره بكتاب جنس للأرقام القياسية كان كره أهل بير بور للبي اس دي بحطن كل الأرقام بي اس دي بعرات سوركشا دال على كل حال قصة بير بور ما نبس عن البي اس دي وعن الرمال المتحركة بير بور كانت كمان شاهدة ع قصة رودرا و بارفاتي من لما التقوا أول مرة وبعد سنين طويلة جنون القدر بيخليهم يلتقوا مع بعض و تملش السورة تتل جیسي اڑتو بحرن بولي سي اوڑا آنخونا تِمْتِمْتَار مِيْتِ سي مُسْغَان تِتل جیسي اڑتو بھیرن ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 كل شي صار معي بحياتي بسبب المسلحين وهننا اللي قتلوا لأهلي رؤي وحاولي تغيري الطريقة يلي عم تفكري فيها يا بنتي النار موجودة بمحرقة الجنازة وبس النار موجودة بالضوء وبحفرة النار المقدسة النار هي اللي بتقربنا من القدير ولا تنسي كمان انه النار إلى علاقة بالزواج ماشي؟ اسمعيني شوي هاليوم خاص كتير ولازم نجاهز حالنا ونروح على المعبت ولهيك لازم تلبسي أحلى شي عندك هلأ بنتي بتكون جاية عالطريق ماشي ايه؟ هذا لبسيه حلو كتير شو بكي؟ ليش لساعتني شايفة الخوف ساكن بعيونك خلص أنا لقتلك حال يا بنتي لما تكوني خايفة مسكي هاي القسوارة بكل القوة اللي عندك ايه؟ بس هو كان مختلف هاي المرة كان قريب كتير وقدرت قدرت شوف عيونه بشكل واضح كانوا حمر والنارة عم بتشع منه أكتر من أي شي قبل كل ياتا حول سيدي في خمس إرهابين تجاوزوا لحدود ودخلوا ع دولتنا سيدي شو كمان وقتلوا خمس جنود من عنا بكل وحشية وين رودرا سيدي وين رودرا براتاب رانوات بارو استني شوي باندي ليش رايحة لحالك ليش ما استنتيني لأيجي معك مرحبا خالي كيفك؟ أهلين أنا منيحة بنتي نحن مرينا لعندين شوين كنتين؟ شو هاد؟ اتطلعي عليها اتطلعي كيف لاب صرخ الخالتها باعه وبمحضر حالى كتير منيح اليوم مش هانت اتجاوز وتسبوء باعي البنات هوهههههههههههههة تعرفوا شو؟ انا اصلا بتمانى يختاروه مشان نخلص منا باعه ههههههههههههههههههههه خلاص لا تقلق يباندي هاي المرة الحظ رح يكون معا شوواق بعرف ومتأكدة أني أنا رح أتجوز بعد أسبوع كمان وسيد تعجور رح ينظم لي عرس كتير كبير ورح تحكي فيه كل الناس بالضاعة كمان ما أنت حكيتي نفس هالحكي السنة الماضية وما صار شي آه ما ثبوت لأنه نختاره ونندوق وتزوجت بعد فترة قصيرة ونسيتنا كل آياتنا وما عد بعتت رسائل إذا اختاروني إلي هالمرة أنا رح رح لهنيك وبهدل نندوق على هالشي روقي روقي سمعي هاي الحركات مو علينا نحنا ماشي عم تتحجج وبنندوق لأنه هي متمنية يختاروها اليوم لإلعا لا مو قصدي هيك أبدا خلاص ما في داعي تقلقي صدقيني أنا رح كون مبسوطة كتير إذا اختاروكي إليك امشي طيب امشوا يلا بسرعة شوي الظاهر إنه الصلاة باللشات لأنه نسكروا الباب بترجاك يا قدير خليوني اختاروا اسم بارو اليوم اسمع اسمه منيح بارو بارو بترجاك لا تنسى لا بترجاك يا قدير خليوني اختاروا اسمي هاي المرة قانتو بترجاك ما تنسى اسمي مه! ايه! آه! ايه! بارة! بارة! باره! بارة! 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 مرحبا سيّد تاغور! يلا! يلا بسرعة تعالي قدمي الصلاة تبعك وأكيد حتصيري عروس لأنه رح يختارك بتمنى تتحقق صلاتك تفضلوا بترجعك يا قدير بتمنى تكوني متذكرى الطقوس اي متذكرى كل شي يلا امشي بسرعة اكتبي اسمك الكامل يعني مو بارو بارفاتي اهلي مادام تاقور اكتبي صدقيني انا عمصلي للقدير مشان يختاروا اسمك انتي اليوم ما منعرف اليوم نصيب اي ابنت رجعا بدي تكتبوا اسماءكم كاملة كل واحدة تكتب اسماء على الصحن تبعه ويلي بيختاروا اسماء رح تتزوج خلال هادا الاسبوع وبعد شوية رح نشوف اسم مين رح يختار وطبعا هاي الصحون رح نعبيها حليب حنصفهم كله ياتهم جميع بعضهم وبعدين صاحبة الصحن اللي رح يختاروا هيجي عريصة من الصحرة مع مالكة بكبير كتير ويعمل لها احلى عرس احلى عرس صحيح دعوة اشتركوا في القناة لا مو هادو الصحن صحن بارو اختاري صحن بارو لا اختاري الصحن تبعي اوه لا تختاري لا 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 تختاري هادو الصحن بارو بارو اختاري صحن بارو لا اختاري صحن بارو 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 أه ألف مبروك اخترتك أنت ألف مبروك حبيبتي حتتجوزني فيرفي رح تتجوز هالأسبوع كنت عرفاني هلأ إجا الوقت لحتى قوفي أمك الوعد اللي وعدتها يا من زماني كتير لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكون أول من يشاهد